اشتركوا في القناة 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 اه بسعب يسميه عشر بياض اه بس ده ان كان المدينة رمز فده لا يعني ان يفيش اسماك في داخلها ارواح شريرة بالعكس ده ده اليمانيين هم لا سبب البلد هكاسه انما المصريين كانوا يمقطون دائما نوع معين من اسماك اللي هي سمك الارموت ودي اتصيروا انه هو الذي ابتلع بعض اشلاء من جسد اجريس ولهذا ما اظنه تقول لي هالسيلة ايه القرابين عليها من بين قرابين اسماك لان المصري كان دائما يعتبر السمك باختسار كما ذكرت النصوص ماجيسا ما كان راجبا ايه ماجيشة المقدسة يعني هنا طبعا مو الاعتبار المقدسة ده البتلمة احنا في مصر قديمة في فترة وجوه او دور اسماك المصر قديمة ما كانش للسمكة اه دور ليسكر اللي هي السمك اللاجب انها فيها معظم البتلمة اللي هاد من الملاية سمه هذه المدينة باسم الله كلهم المدينة هيرنا يتبقى بالسمك اذا مش معنا كده ان في اسماك اخرى فيها ارواح دينا فهنا هذه الاسماك اللي فيها هذه الارواح الشرية مين من الجر بعد؟ الملك اهو في النصر خلوم على هذا الجارب لا واجحوكي مات ابعدين احد الحرصات واحد الحرصات مش دا يولي يعني بطلع اه يمكن يكون خاربة غارب يمكن يكون اه حارب اه يمكن ايش بشيحوكي ملا فيه احص وحورة مسيختة حرص اللي فريطه باسم اه زمش من الولاي اه 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 غريبا حاكوين حور سيئسا وحور سيئسا وصيرا مش اي مشكلة او حتى حور بعض ايه اللي بيقول حرص الملك بعد ينخلوهم حيجر بطي عرفين وجحوكي ووسيشات لانا بيشهدوا عمليين تسجيل اسم الملك على شجرة شخين تسجيل اللي يشهدوا الحدث عن حتيهم لازم جحوكي وشيشاتي وزي الناس منتسجل في الكسير راحين فاول راحين الاله زاعد هذا المعبد بيضع اينات من الارواح الشديدة التي قبروا عليها هونها في هذا الملك فعلا يا رماش المنزل لكن يقولونها مرة اخرى فرص تبخير وتبخير المعبد يقولوني اتفضل يا حلون بقى شوفوا ايه الربط ما قولنا ايه الربط انا مش شايف فيه ربط مفيش ربط خالص في تفتيق المناط هنا بيقدم المقرابيين من اوان من الاخير شوفوا اللين الاسود محنات عبر عبتنا شوية وتنبيني الزهر والرعبة هون بعضون المنزلية ويقدموني المعبد شوفوا البحرور ماشي في صف واحد تمام واخد الحنة مظلوية بعضين نيجي جاء فوق مهنا تطيروا عن الابراج السباوية افتعدان منذات السبعة تاني المريوس الاسد فاورت البشر المعلودين صدق واسد تاني الى ثالث وبعد المجنوع من الانية اسفل منها دا اسفل منها قرص الشمس المجنوع من الريميز السباوية اثنين اربعة ستة ثبانية عشرة او حركة الابراج مرتبطة بقرس الشمس ومرتبطة بالمراكب. ما وعادة كبير ايضا من المراكب. انا في بقية اجزاء المعبض بالشينة بس. في بقية السقوط. وبعدهم نفس المناظر من اجزاء المكوينة انا في الزجاك عالزان بالاخر. ايه شوف السقف المعبض. هنا القبار الماضي على المدخب. لقية السوق اللي باعد الباب. لقيتش بباك للقبار. شبك معامل والبيود. اه اه ادارك سي حاجة نذكر هنا انه في منزل بتاع ارواح ده جاتل عنها ارواح مثل المطلقين كاتب عليها زي ما لا مطلق قد ينتم مطلق قد هما تخطق قد ينتم يعني بتالي هما اللي صفتهم بعد كده يا مطلقين مصر كبان القديمة خشف المناظرين ثلاثة خلق وبين نسل هاحفظه هاحفظه المناظر المعبه بقى بعدين بقولي بذيك بقى المعبه اجبارك بيأذوني الكلام بقولي بذيك ان ايه ناكت سر بذيك هذا المعبه بذيك هذا البيت يعني المعبه بيأذوني وبعدين سرين بيأذوني صبعين المعبه السبعين كيف هي هلا تصبحت ايه تصبحت ايه تصبحت ايه اللي رأيت في خلية كان من مراكب هلا وكان من مراكب على الجانب الاخر وكلها تصبح برض تلسين الجدد تصبحت ايه ياريت ياريت تشيف اتجام من هنا ياريت اتجاد اتجاد تصبحت ايه 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 اول مرة اتصبحت ايه تصبحت 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 ايه ده معنى ذي الثالث انه معنى ذي الثالث وعنى الكتبار وعنى الكتابة فرزة الكتابة هنا غيرها المستوي هنا ادنى او اعقل بكثير من المستوي في هذا المكان اذا بالبزء بطلم اه وهنا بطلق ليس كلها فعلا يعني دي ملاحظة ممتازة بطلق ليس لا بطلق لنا رومان كل اللي مشينا فيها كل روماني هنا بطلق لي فعلا او المتشوفوا اسم البطلمي شايف فيه فيه الواسع ايه نسموه بطلق بطلق شوفوا هنا هذا المنزل الرائع بطلق بطلق الشمس بطلق اللي اوه خانون احنا بيشوف دايما قرص الشمس وفيه خبر وفي اتوم وحانا داسة بخانون معهم فهنا قرص الشمس ها وشوفين الاجداء كلا نزودها سيدة الوجدي قرص الشمس راء وحنشوفه من وراء بشكل هذا الدنيا كل يهلل لإله الشمس والإله كنين ونمتحدة مع قرص الشمس وعب حمين نقولش هنا غائرة اه اه ايا دي العلامة تعالى بتاع الفقران اه الفقاري اه اه اذا بتشيري الى العلامة تعالى لسيد محمود مشكورة من الرأس موسيقى شوفوا نيه يا طيز رجدي بفروم محمود هو معروف طبعا بيه ناس الخلق here دور خلوم كخالق لكن هنا شوف الشيء اللتيف انه خلوم اه فعلا زي المانزر الغدلاتي على عالمك فخالق هلأ شوية يعني هي القوود الحاجر المسؤول عن المعرض يساعدنا كتير جدا في النهارة يعني بلات صعبة نحن نتكلم عن عملنا طبعا المرافل دي ليس فيها من جديد بص برضا في الساق مرة اخرى عشان في داخله المتنوع عمل عليها الساقف دا كل المحاصف يناخدد ويزاهرها في كل المعالج المصرية القديمة وفي كل المعالج البطلمية دي ما مضموعة من اجزاء سقوف محصصة للابراج السماوية والمناظر الفلكية والمضموعة الاخرى محصصة للاله هانا اه هي جيبة اه يا سلام دي قليل اي تريدك طبعا يزعركم طبعا 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 يعني هنا في الجبار جامل انت بغري حاجات ترعا اذي سلي بادرا ايه من اتنة من اتنة من اتنة طبعا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة شكرا والمساء تحت شاية هل تفريحه هل تصل ايصر بحجم المتجار اللي في النتاد الاساسي ايه التناثير ايه التناثير هل يحدث يروح لا يفرغ الوحار هل تتصل عنه؟ هل تصل عنه ؟ هل تصل ايصر في نزوله رمز لانه ان بقى كتب وحكت بقى اللي المعضة نعبد ان تتطوح على خلقة من رمز وفي نزوله ملح ومعراجش الملح ليس لانا مؤمن جدا بميرم وفقات الجنوالي باواني وفقات المياه 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 ماذا جيه ناس زهر من ملح جيه ناس زهر من خور انما قال على حال الرأي ساعد انه جايك المنس انه ملح ايه بقى ره هي او مش قاتل حال هينها مش قاتل حال المص مقصول يا ايه بقى بتكلم عني ومجبين بالطبع مش باي بيه ما حاجة خاصة طبعا على مجل واحد خاصة مش حاجة يا مني إيه تكوني البعض تبطحهم تبطحهم اطبعا تبا عاد اشوه معوزان ان تبتيني جرملي ولا ملح ايه يسمون المسل حريش يعني يسابين عنه ماذا يساكين 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 يابل المهنوي الاخير يساكين ما شفنا المستفاح المتكرم يشوف خلوم المتكرم يشوف ايه خلوم المتكرم برضي يقول لي عوض انا ايه حريش طبعا حاجة تاني بالفكر اللي كانت تتكلم عنها في ناسوي المسيطة يقول لي ان المعابلة الاتلامية فيها بعض النسوس اللي تتسمع بالانيجماتيك رايتن الكتابة التلتمية يعني الكتابة لا يمكن ان يدرك معناها مرجعها الا مرجعات هنا بيوني يرسلي هنا جاينا نقع يقوم ايك حريش يا رايك يا سيد الحاجات اللي جاية دي بيوني بقى بفاصل باني الحريب هنا موجودها اللي هي علامة السماء فوق المجموعة الفيران دي والسلامه كانت اموجود حريبات سيد السماء ايه بقى سيد السماء ايه بقى سيد السماء كمين ايه بي بعض الناس ايه بيقولوا عليها فعلا كاريم برية لا تسجيل ايام ولا تسجيل اعياج انا مشاهد لا ايام ولا اعياج ولا سنين ايه بقى سيد السماء ايه بقى سيد السماء ايه ب Ng لقد كن الى الاله في كل الجارية للاج المديح يعني المديح لا ترعوا ما معرفش عالية خلوم خلوم دي انه مرد ويقول انه مصناب على عساسية حتى دي على عساس البلاد هو يوم التحويس المياه الميه هو اللي ينفت فينا السلطان مجرد اللى الهاتف يعني ايش من يترس ما اره يوم هم التساعد يتعبون ويتعبونا معاهم مرور بالحياة جاء فيه طولة طبعا بخطوين وشير القطو طبعا هنا خنوم وهناك على كنا بقى الماغر ما هو الظريف اللي هنا كمان ورزينه ولكن تبقي ما انت معكم عن كده الخنوم التكليل الففية التكليل الففية نحن سعبين جامعون بين المعد وبين خنوم وبين اربعة اجنحة في كم وقت تكيلة دي أو قطع ودروسيا ما هو تكيلة هاي يدان انا عايز اه لو حدو الله ينتجل يتعب فيك المتخل دا عليه واحد ايه عايز المتخل تاني لو في اسلام بموجود يبدون اتجاهات الريها الاربعة اتجاهات اتجاهات الاربعة او اتجاهات التموع ايه اتجاهات الاسلام وعادة بيبقى قول الله المعرض الامر واربع اجاح انا لا انا لما هو لم تأتجاه اسود انا لما تخصونا الا شوار فا لو صح انه الا وجهة من الوجهات يبقى دم اتجاهات الاربعة الاربعة يكون الراجل يطير عشان يتعامل مع الرياح بجاه بعيد يبقى ده طبعا المنظر مهم جدا يبقى هنا تسجله في هذا المكان يفضل كومومبو وروح اتجاهات او الهات الرياح المربعة اتجاهات الرياح المربعة يبقى الاله المعني اللي جعبت في المكان معه الاربع طبعا شو بقى اللي غريب حطيني معاه معه ايه؟ حط هنا معاه ايه بريشة ليه؟ هاكي شوك؟ هاكي شوك شوك عشان هاكي؟ كلام ارس المنتقلي اه بس هنا الغريب اللي مكتوب اه هاني معه اه 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 بقى اتجاهات اه اه يبقى الكرجيو حي يتوف هنا في الشهر يبقى هنا اه يبقى هنا اه اه ها اه اه أه اه 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 فى القربت الى القربت تقريبين سوى الأربعة العساة المتوفى خلق المعبس في المتوفى الأساس يتميسك لبعر النهاجة اللي في النخل التالي هي اشكال اللي هون باربع ايه مستدلس على وددها في الاربع تشتغل انتظر اسمال ايه بتاع ايه الانشاءات فين ايها العدرة كانت في السادس ايها الاسم ده لحد انتظرك عصر الهورمان باكسس ايها الاسم كانت فيه خميستراش الويد كل الود المختلس بتجي بتاعه على التين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر